اشتركوا في القناة الشعب بامر ديواني جديد لاعادة هيكلة امن مطار بغداد الدولي يقضي باغلاق تسعة مكاتب تابعة لاجهزة امنية وهيئات مستقلة زجت بها الاحزاب داخل المطار لفرض ارادتها وسيطرتها وتمرير ما يخدم مصالحها هناك وتوضح الوثائق ان الامر الديواني الصادر من الحكومة يقضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي يقع على عاتقها تسلم الملف الامني في المطار مسندة بجهاز المخابرات العام ويشمل الاغلاق مكاتب تشريفات كل من الحجد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات وامن الافراد التابعتين لوزارة الداخلية ونقابة الصحفيين فضلا عن هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة وتقول مصادر مطلعة ان هذا القرار سيكون عموميا على كافة المطارات داخل العراق وربما يشمل ايضا المكاتب الحزبية في المنافذ الحدودية ولم تمر ساعات على هذا الاجراء الحكومي حتى بدأت ردود الفعل المرحبة تتعالى وتثني على قرار الكاظمي ليكمل ما بدأه من اصلاحات لم يسبق لرئيس حكومة الخوض فيها منهيا حقبة زمنية من سطوة الاحزاب على مقدرات الدولة بقص اجنحتها تمهيدا لاجتثاثها من المشهد كاملا اشتركوا في القناة